اشتركوا في القناة تقارير تؤكد أن بايدن لم يتصل بكبار المسؤولين الديمقراطين في الكونغرس وبأنهم منغلق على دائرته الديقة وطبعا قضايا كثيرة لابد من فهمها تتعلق بالانتخابات الرئاسية اليوم نتحدث عن 13 عاما والحق في سوريا لم تنتهي بالرغم من تغيير الإدارات الأمريكية فما الذي ينهي الأزمة وهل الحل بيتساكن البيت الأبيض وأيضا نتابع في سباق القمة بعد المناظرة الرئاسية الأولى ورغم محافظة ترامب على تقدمه في الولايات المتأرجحة إلا أن بايدن يقلص الفارق في هذه الولايات الحاسمة هذا سباق القمة وأنا زينة يازجي أهلا بكم منذ الأمس وقرار المحكمة الأمريكية العليا بإعطاء حصانة جزئية للرئيس السابق دونالد ترامب يثير الجدل بين الديمقراطيين وعموم الأمريكيين حتى خرج الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن للتعليق على القرار معتبرا منح ترامب حصانة من الملاحقة القانونية إساءة للشعب الأمريكي لنستمع إلى جزء من خطاب بايدن بهذا الخصوص لا يوجد نفسه مهمة ليساً لنستخدم النقر معادي فالجزئية ستجنون الأقل تجنون مدد لتجنون مهمة صعب وأقل لا يوجد مهمة مدد وبهذه اللغة الهادئة والمدروسة استبعد بايدن أن يحاكم ترامب قبل انتخابات الخامس من نوفمبر المقبلة داعياً الشعب الأمريكي لاتخاذ القرار بإدانة ترامب من عدمه وإن كان القضاء الأمريكي ليقوم بذلك أيضاً نستمع الناس أمريكي يجب أن يخطر أن ترامب قرار بإدانة ترامب لترامبه يكون مباشرة ربماً أكثر من أهم الأهم يجب أن يخطر أن يخطر أن يجب أن يخطر قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي صدر يوم أمس وترامب بمجبه أصبح محمي جزئيا من الملاحقة القضائية سواء أعجب ذلك بايدن أم لا ففي المجموع لدى ترامب الآن ثلاث محاكمات جارية تترقب تبعات قرار الحماية الجزئية هذا الذي أقرته المحكمة العليا والذي يقضي بأنه محصا من الملاحقة في القرارات الرسمية والعكس بالعكس بشأن القرارات التي اتخذها لدوافع شخصية أول قضية نتحدث عنها هي ولاية جورجيا حيث لديه قضايا أو قضية جنائية فيها عشر تهم تتعلق بمحاولته قلب نتائج التصويت في الولاية التي فاز بها بايدن عام 2020 بفارق 12 ألف صوت القضية الآن هذه قضية جورجيا بيد محكمة الاستئناف هناك والتي لن تنظر فيها حتى أكتوبر وقد لا يزر قرار بشأنها قبل عام 2025 وحتى عندها وبسبب هذه الحصانة المشروطة التي حصل عليها ترامب الأمس ستعود القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها من جديد لتحديد ما إذا كان الأساس الذي تصرف وفقه ترامب رئاسيا فتسري عليه الحصانة أم شخصي فتكمل القضية مسارها هذه قضية القضية الأخرى المتعلقة أيضا والتي يمكن أن تكون لقرار المحكمة تبعات لها هي في فلوريدا حيث يواجه ترامب قضية اتحادية فيها أربعون تهمة وتقوم على احتفاظه بوثائق سرية في منزله بمارلاغو بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021 ونجح فريقه القانون بدفع القاضية إلى تأجيل النظر في القضية إلى أجل غير مسمى نظرا لحجم الالتماسات التمهيدية المقدمة للمحكمة والتي تحتاج وقتا طويلا للنظر فيها على حد قولها وبعد صدور قرار المحكمة العليا أيضا يجادل المدعون العامون بأن احتفاظه بهذه الوثائق بعد انتهاء ولايته ليس قرارا رسميا بل شخصيا وبالتالي لا يجب أن تشمله الحصانة القانونية أما رد ترامب فجاء سريعا وقال إنه فعل ما فعل لحماية نفسه كرئيس من أي استخدام لتلك الوثائق قد يسيء إليه وأيضا قضية ثالثة وإلى المحكمة الابتدائية بمقاطعة كولومبيا بالعاصمة واشنطن أحالت المحكمة العليا قضية رفضه نتائج انتخابات عام 2020 وهناك ستحدد القاضية ما إذا كانت الإجراءات المدرجة في لائحة اتهام ترامب رسمية أم شخصية وهذه معركة قانونية ستستمر طويلا ربما لما بعد تنصيب الرئيس في يناير عام 2025 إذن تدعيات قرار المحكمة العليا الأمريكية بمنح ترامب حصان قضائية جزئية بدأت فعلا تظهر أيضا في محكمة نيويورك فالمدعون العامون هناك وافقوا على تأجيل الحكم على ترامب في قضية أموال الصمت وذلك بعد إدانته في وقت سابق طبعا كما نذكر بجميع التهم مواجهة إليه والبالغة 34 تهمة وبحسب التقارير فإن المدعين العامين في محكمة نيويورك سيتبينون ما إذا كان قرار المحكمة العليا الأخير والقادي بمنح حصان جزئية لترامب من الملاحقة القضائية قد يعرض إدانته في هذه القضية أيضا للخطر من يراهم قبل سنوات ليصدق أنهم هم نفسهم من قرار منح الحصان الجزئية لرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم أمس نتحدث عن قضاء محافظين في المحكمة العليا أحدثكم عنهم الذين عين منهم ترامب خلال رئاسته ثلاثة قضاء من أصل تسعة وعن تصريحات أطلقها بعضهم قبل أعوام مضت يدور السجال هنا فلنسمع إليهم إلى ما قالوا آنذاك ونقف عند اتهامات طالتهم بالتناقض في الحديث عن قانون يعلو ولا يعلى عليه كما كانوا يقولون الأمر بديدة لأساق مؤمن بالتناقض الذي يجب أن يكون هناك لا يعتقد أن لا يعتقد أنه لا يعتقد أنه فقط في بعضنا حقا وخروجة الضوء في القرارة والمقرار والخصوات لا يعتقد أنه فقط هو قد يعمل النقر وينضم إلينا من واشنطن هذا الدكتور روبرت بيك وهو المحامي والقانوني ورئيس مركز التقادي الدستوري في واشنطن لنفهم قانونيا ما الذي نتكلم عنه وماذا يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يا دكتور هذا القرار الذي صدر بالأمس من المحكمة العليا بمنح حصانة جزئية لترامب في تصرفات كان يقوم بها بصفته رئيس دكتور بيك كنت أسألك ما الذي يعني قرار المحكمة العليا بالأمس بالنسبة للدستور الأمريكي للقانون الأمريكي ما الذي تغير اليوم ولماذا هناك تخوف كبير من تداعياته على قدرة محاسبة الرئيس أي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية لدينا تاريخ من التوقع بأن الرؤساء لن يكونوا فوق القانون وأن القانون سيكون ينطبق على الجميع سواء كنت قويا أو ضعيفا فقيرا أم غنيا وهنا لدينا حالة أصبح فيها الرئيس يرفع فوق الجميع وكما قيل أننا رفعنا الآن إلى الرئيس إلى منصب الملك وهو ما كنا دائما نحرص على القيام به هذا قرار غير مسبوق من هذا المنطلق وما كنا نتوقعه أن الرئيس سيكون مساءلا عن قراراته أثناء ولايته ولكن هذا القرار يعطيه حصانة حتى من إساءة استخدامه للسلطة وصلاحيته دكتور بيك هذه سابقة خطيرة كما تصورها لنا أنت وطبعا كل الأخبار القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية هل نتوقع أي تغيير أي تداعيات قانونية أي تحركات قانونية لإعادة الأمور إلى نصابها؟ الصعوبة تكمن حقيقة في أن هذا تفسير دستوري ولا يمكن تغييره إلا من خلال حكم آخر من المحكمة العليا أو تعديل دستوري ويبدو من غير المرجح للإطلاق أن يتم إجراء التعديل دستوري لأنه إجراء يستغرق سنوات طويلة ولن يتم إجراءه على الأغلب وفي الوقت الحالي لا يوجد أي إشارة أو مؤشر على حكم آخر من المحكمة العليا لذا أفضل ما يمكن أن نأمل له في هذه القضية هو أن تلهم الرؤساء بأن يكونوا أكثر حذراً في الإجراءات التي يتخذونها أثناء ولايتهم لأنه في الوقت الحالي قد يمكن ملاحقتهم جنائياً دكتور بيك دعنا نتوقف قليلاً ونفهم قانونياً ما الذي تعني حصانة يعني هل هذا يعني أن رئيس في مثل هذه الحالة يستطيع أن يقوم بما يريد أن يقوم به ولماذا اليوم قرار من المحكمة العليا بما يتعلق بترامب فقط ينطبق على كل الرؤساء يعني فهمنا أكثر كيف هو نظام القضائي والقانوني لديكم في هذه الحالة لدينا نائب أو مدعي عام عفواً تم تعيينه لينظر إلى إجراءات وأفعال الرئيس مثل مثلاً أخذ المستندات السرية إلى مارلاغو وكانت طبعاً مستندات سرية خاصة بالإضافة إلى إجراءاته أثناء السادس من يناير عندما تحدث إلى مجمع حشده الانتخابي وحثهم على اقتحام الكابيتول ولقلبي النتائج نتائج الانتخابات هذه التهم كانت تهم جنائية طبعاً وغير مصرح بها بأي قانون دستوري أو قانون آخر وبالتالي خضع ترامب للمحاكمة طبعاً دافع بمطالبة بالحصانة ألا يتم توجيه أي ملاحقة جنائية له لأنه غير خاضع لها والمحكمة العليا أصدرت ثلاثة مستويات للنظر إلى أفعاله أولاً بالنسبة إلى المسؤولين عن الجيش أو القائد على القوات المسلحة والإجراءات التي تقع مثلاً ضمن نطاق العلاقات الدولية والتواصل مع موظفيه فهو محصاً حصانة مطلقة لأنه كما قالت للمحكمة إذا لم يكن كذلك سيتعرض لصعوبة كبيرة لتصرف بالجرأة الكافية على المستوى الثاني من الحصانة وهي الحصانة المفترضة أي أنه لأفعال أخرى غير مرتبطة بوظائفه ومهامه الرئيسية فهناك يترك الأمر للتفسير والمحكمة في هذه الحالة وهنا طبعاً تكون منطقة رمادية حيث يتم مراجعتها من المحكمة مع احتمالية الحاجة إلى مراجعة إضافية من محاكم أخرى وأخيراً مستوى ثلاثة والإجراءات غير الرسمية التي يتصرف وفقاً لها كمواطن عادي وما يعني مثلاً بالنسبة إلى شركاته وأعماله فهو لا يزال خاضعاً للملاحقة الجنائية لأي جرأم يرتكبها في هذا الصدد الآن هذا التقسيم ليس سهلاً والمحكمة العليا لم تقدم الإرشاد الكافي لكيفية التعامل معه طيب في هذه الحالة دكتور بيك فعلاً هذه منطقة رمادية يعني من يقرر إذا كان عندما مثلاً هذه المكالمة الشهيرة للرئيس السابق ترامب مع حاكم جورجيا عندما قال له ابحث لي عن الأصوات المطلوبة للفوز من يعني يقرر هل كان ترامب الذي يتكلم أم الرئيس ترامب الذي يتكلم هذه المحكمة الابتدائية سوف تعود وتداول بالموضوع والمدعي العام وغيرها يعني محاكمة جديدة في هذه الحالة لم تكن هناك محاكمة بعد والقضية المتعلقة بمحاكم جورجيا عندما طلب تقريباً 12 ألف صوتاً حتى يربح في الولاية أكثر مما كان مطلوباً حتى يبدو أن هذا سلوك خاص غير مرتبط بأفعاله كرئيس للولايات المتحدة ولكن المحكمة العليا لم تقدم إرشادات كافية لاتخاذ هذا القرار ونتيجة لذلك أصبح الآن السؤال مطروحاً على القاضي نفسه الذي سيكون مسؤولاً عن هذه المحاكمة وعلى الأغلب لن يتم الطعن فيها وستصل مرة أخرى إلى المحكمة العليا لاتخاذ القرار النهائي لأنه لم يتم تقديم إرشادات كافية كما قلنا أحد الأمور التي طرأت في هذه القضية هو ما إذا كان الرئيس قادراً على تقديم أمر للجيش باغتيال منافس سياسي ويعتقد المرء أن هذا فعل إجرامي ولا يكون له أي حصانة وبالتأكيد يكون خاضعاً للملاحقة الجنائية ولكن هذه القضية تجعل الأمر مربكاً فيبدو أنها تقترح أن القائد الأعلى لا يمكن التشكيك في أفعاله وأنه سيحصل على حصانة مطلقة حتى لمثل هذا الأمر أمر بالاغتيال ولكن إذا مثلاً أمر ميليشيا خاصة أشخاص غير حكومين لإجراء هذا الاغتيال حينها سيكون متصرفاً بطريقة غير رسمية ونتيجاً لذلك سيتعرض للملاحقة والمسؤولية والمسألة الجنائية هذا بالتالي يبدو القانون غير منطقي في هذه الحالة المخاطر كبيرة ولكن دكتور طبعاً ترامب وفريق محامي وغيره اعتبروا هذا القرار إحقاقاً للحق على خلفية أن كل هذه القضايا التي تحدثنا عنها هي قضايا لنيله لنيل منه سياسياً كمنافس والآن جاءت هذا قرار المحكمة هذا ليقول لا يمكن أن يدخل القضاء داخل هذه المماحكة السياسية والسباق الرئاسي ما هو تعليقك على هذا الرأي منهم أيضاً؟ هذا لا يوقف المحاكمات من الانعقاد بالكامل فهناك بعض الإجراءات التي قال محاميه عنها أنها كانت أفعال غير رسمية ويمكن ملاحقته جنائياً لها والآن سيعود الأمر إلى المدعي العام ليحد من الملاحقة الجنائية وفقاً لهذه الإجراءات التي تم الإقرار بأنها غير رسمية أو إشراك قرارات أخرى بالتالي سنجد أموراً ستحدث في المحكمة ربما لا تزال توضح نوع الاتهامات الموجهة وسيعود الأمر إلى الشعب الأمريكي في النهاية للتقرير ما إذا كانت هذه الأفعال وهذه الإجراءات تدفع الناخب الأمريكي كما لو أنها لجنة محلفين كبرى تتخذ القرار نهائي بشأنه إذا كانت رسمية أو غير رسمية بالأمس شاهدنا الرئيس بايدن حاول أن يجعل من هذه إشكالية فاقترح أن الشعب الأمريكي يجب أن لا ينتخب شخصاً شارك في أفعال إجرامية وقد يفلت بها لأن أفعاله سيتم تعزيزها بالمزيد من الجنائية ما إذا تم إعادة انتخاباته إذن القرار يعود للشعب الأمريكي في نهاية المطاف لن يكون لدينا كل المعلومات التي كانت متاحة قبل المحاكمة ولكن بالتأكيد ستكون هناك معلومات متوفرة للشعب إن أراد الاستماع إليه كل شكر لك دكتور روبرت بيك المحامي بالقانوني ورئيس مركز التقادي الدستوري في واشنطن انضم إلينا من هنا كل شكر على هذا التوضيح هذه ليست حملة لإعادة انتخاب الرئيس بايدن بقدر ما أصبحت حملة لمهاجمة ترامب طبعا هذه الانتقادات تلاحق القائمين على الحملة الانتخابية للرئيس الحالي الذين باتت لغتهم أكثر حدة وقصوى خصوصا بعد المناظرة وقرار المحكمة العليا الأخير في مؤتمر صحفي لحملة الرئيس بايدن عقد بعد قرار المحكمة العليا الذي منح حصانة جزئية لترامب سأل أحد الصحفيين سؤال الأصعاب ماذا على الأمريكيين أن يفعلوا الآن؟ عليهم أن يخافوا كان هذا الجواب تلخص هذه الإجابة الاتجاه الذي يجنح إليه القائمون على حملة الرئيس الحالي بعد تلقيها ضربتين مناظرته السيئة أمام ترامب وقرار من المحكمة العليا نصرت ديكتاتورية على حساب الحقيقة وفق بيان الحملة الذي صدر سريعا بعد قرار المحكمة كان بدا لكثيرين أن حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن تحولت منذ أيام إلى حملة لا تريد إلا مهاجمة الرئيس ترامب بتركيز وأحكام يستخدمون لأجل ذلك لغة حدة خطابا مقلقا هدفه التأكيد على أن قرار المحكمة يمنح ترامب تفويضا لارتكاب جرائم ويعطيه صلاحيات بسجن من يفكر بالوصول إلى المكتب البيضاوي عبر انتخابات ربما يريدون بذلك لملمة شتاتهم بعد أداء بايدن الباهت في المناظرة أمام خصمه والتي أدت إلى تراجع شعبيته وفق أرقام استطلاعات رأي لا تتوقف عن إطلاق التحذيرات أما هم فلن يتوقفوا عن هذا الخطاب وفق التوقعات أقله في الفترة الحالية التي يكثر فيها السجال في الأوساط الديمقراطية بشأن قدرة بايدن على خوض الاستحقاق الرئاسي من عدمه وإلى حين تحديد هذا الأمر ستواصل الحملة هجومها على غريم الرئيس الحالي لسيما بخصوص جائزة المحكمة العديا التي وصفوها بأنها محكمة مخترقة وأن القرار هزيمة للديمقراطية الأمريكية الممتدة لعقود وسنوات أما الأمريكيون فيراقبون ويقلقون بشأن حال البلاد ويتفكرون في صحة تصريحات حملة بايدن التي تخص قضاء لطالما آمنوا بنزاهته وأنصافه وخلال مؤتمر السحفي قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنهم يتفهمون المخاوف من الأداء الذي خرج به الرئيس جو بايدن في المناظرة الرئاسية الأولى يأتي هذا بعد أربعة أيام مرت على ما وصفها ديمقراطيون قسر بالمناظرة الكارثية خلال هذه الأيام لم يتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بكبار القادة الديمقراطيين في الكونغرس هذا حسب قناة NBC News وعلى الرغم من إعلانهم التأييد المطلق له بعد المناظرة فإن بايدن لم يتواصل شخصياً مع زعيم الأغربية في مجلس شيوخ شاك تومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفرس وبحسب مشرع ديمقراطي هناك إحباط متزايد في الدائرة الداخلية المحيطة بالرئيس لكونه معزولاً بشكل مفرط حتى إنه لا يقوم بالتواصل المطلوب أو المتوقع منه الرئيس الأمريكي الأكبر سناً على الإطلاق يعيش في البيت الأبيض محاطاً بدائرة ضيقة من المستشارين لا يأخذ إلا بنصيحتهم هكذا تفيد التقارير بايدن الذي يزداد الكلام عن عزلته قبل المناظرة وحتى بعدها طبعاً حيث أكدت مصادر مطلعة أن هذه الدائرة الضيقة المحيطة به تبزل جهود كبيرة لتنظيم المعلومات التي يتم تقديمها له في الإحاطات اليومية في محاولة لتجنيب إثارة ردة فعل سلبية من قبله لنذهب إلى دكتور وليد فارس طبعاً خبير السياسات الأمريكية يحدثنا من واشنطن أهلاً بك دكتور وليد دكتور أولاً لابد أن نفهم اليوم برأيك ما هو وضع الحزب الديمقراطي الكل يسأل سؤال المليون كما يقال هل يدعمون بايدن هل يتم استبدال بايدن مع كل ما عرفنا بأنه بايدن قال بأنه سوف يستمر ويتعامل وكأنه يستمر هذا السؤال ليس مليون المليون لم يعد مهمة مئة مليون مئتين مليون ربما مليار لأنه نتيجة ما يجري الآن هذه المعركة داخل كل معسكر يعني هناك معركة داخل معسكر الديمقراطي سنتكلم عنه هناك معسكر تكلمتم عنهم هو بين الأجهزة العدلية والمرشح فيما يتعلق بمعسكر بايدن هذه المعركة لم نشهد لها مثيل في الماضي إذن حتى اجتهادنا نفسره هو اجتهاد المحدود ولكن يمكن القول أنه حتى قبل المناظرة كانت هناك أفكار تتراود ضمن معسكر ضمن يعني جناح ضمن معسكر بايدن وهو الفريق الذي يريد أن يعود إلى البيت لابين من هو هذا الفريق هو الفريق الذي كان مقربا من الرئيس السابق السابق أوباما وهم كانوا يخططون ولكنها استعملوا عملية المناظرة وكي كانت كارثية بالنسبة لبايدن ليدفعوا بما أسميهم منظريهم الصحفيين يعني الذين بدأوا بانتقاء بايدن هم ثلاثة أربعة من عبار الكتاب والصحفيين دون أن نسميه طبعا في الـ CNN وهي جهازها وبعد ذلك الـ MSNBC وبعد ذلك الكتاب في النيويورك تايمز لماذا؟ هناك قلق لدى فريق بايدن الذي تصفه بعض الصحافة الأمريكية بأنه كان هو الطاهي بالكيتشن هو الذي كان يرسل مستشروه ويوجههم بالاتجاهات السياسية وكانت اتجاهات ذكية جدا خاصة في محاربة قاعدة ترامب الآن هناك قلق أن ترامب إذا أفلت من المعمع القانونية والقضائية ويبدو أنه مع قرار الآن المحكمة العليا وبإمكاننا أنتكلم عليه ترامب يمكن أن يذهب مباشرة إلى الانتخابات بغض النظر عن ما سوف يجري إذا انتخب أولا هذا أمر في الشتاء القادم لذلك هناك قلق أن يخسر به على رغم من أنه الرئيس وعنده الأجهزة وعنده طهار سياسيين وقاضة شريصين في العمل السياسي الداخلي ولكن شخصته لم تعد تسمح له هذا الرد واضح لذلك هناك قصان بالأزب المحارات الواضحة طيب المخرج دكتور وليد يعني في مثل هذه الحالة طبعا لا أحد يعرف ما الذي يجري خصوصا هذه التقارير اليوم لا نعرف صحتها حتى أنه هو معزول ضمن دائرة مغلقة يعني تفلتر ما يصله ولكن المخرج هل يمكن استبداله فعلا في بدائل هل بدائل مقبولين في وقت للاستبدالهم سياسيا وقانونيا أو يعني من حيث الترتيبات اللوجستية الأخصائيين عندهم كثير بدائل وسيناريوها وأمور يعني والساتذة القانون الدستوري يقولون لك ممكن هذا وممكن ذاك ولكن المسألة هي مسألة رزق يعني في مخاطرة ماذا وإذا الرئيس بايدن قال أنا لا أريد ومدام بايدن تقول له لزوجها لا وهناك حلقات ضمن الفريق الحاكم مع بايدن كما تفضلتم وتفضل التقصير لا تريد أن تخسر هذا الموقع لأنه إذا أتت يعني جماعات أو المقربين من أوباما سيتقضون محلهم يعني وكانها حرب أهلية ضمن الحزب الديمقراطي على من سوف يكون التيم الذي سوف يدخل البيت الأبيض وبذلك لذلك أوباما يأتي في العلن ويقول نحن مع الرئيس نوسون من كاليفورنيا نحن مع الرئيس ولكن جماعتهم خلفائهم يهاجمون يعني انشقاك كشفه ضعف الأداء لبايدن في هذه المناظرة كل الشكر لك دكتور وليد أكيد سوف نتحدث أكثر بكثير عن هذا الموضوع لأيام جاية خبير السياسات الأمريكية حدثنا من واشنطن شكرا دكتور سباق القمم مستمر معكم مشاهدين بعد فاصل ونتابع نناقش بالحقيقة الأزمة في سوريا وهل ينهيها الرئيس الأمريكي القادم أيا كان أهلا بكم جديد إلى سباق القمة هي أرض الموت والرمال كما وصفها ترامب ذات يوم فيها يحار بايدن حتى الآن بين حل أزمتها أو إدارتها إنها سوريا التي تغييب وتحضر على طاولة رؤساء الأمريكيين لا كملف مستقل بل تدرج ضمن ملفات على طاولة الرئيس الأمريكي القادم هناك ملف لم يعد رئيسيا كما كان لكنه حاضر ضمن ملفات سوريا التي تعامل معها كل من ترامب وبايدن خلال ولايتهما فأين اختلفا وأين اتفقا؟ سياسيا انتظر ترامب حتى عام 2018 لتعيين جيمس جيفري مبعوثا خاصا إلى سوريا وظل في منصبه حتى انتهاء ولاية ترامب عام 2020 أما بايدن فلم يعين مبعوثا واكتفى عام 2021 بحالة الملف لنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى إيتان جولدريتش الجزئية الأبرز في هذا الملف تتعلق بالوجود العسكري الأمريكي هناك والذي بدأ عام 2014 لقيادة تحالف دولي هدفه القضاء على داعش حسر وجود التنظيم فعلا وهذا ما دفع ترامب للبحث عن جدوى بقاء القوات الأمريكية في سوريا فقرر عام 2019 سحب معظم الجنود الذين وصل عددهم عام 2017 إلى 2000 جندي لكنه ترك بضع مئات قرب مواقع النفط في الحسكة ودير الزور وكذلك في قاعدة التنف أبرز القواعد الأمريكية بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض عام 2020 لم يتغير وضع القوات كثيراً على الأرض وفي العدد هم 900 وفق بيانات البنتاجون وطوال السنوات تسربت أنباء عن نية بايدن سحبها بالكامل لكن البيت الأبيض كان يسارع لنفي هذه الأنباء ولأن اللاعبين الدوليين في سوريا كثر لابد من الإضاءة على إيران التي أرهقها ترامب بالعقوبات بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018 من عكس تراجعاً في قدرتها على تمويل الجماعات المسلحة التابعة لها في سوريا أما إدارة بايدن فلم تتشدد حيال هذه الجماعات ما جعلها تهاجم القوات الأمريكية أكثر من مرة لسيما بعد حرب غزة عام 2023 لكن مع هذا التصعيد رد الأمريكيون بهجمات واسعة النطاق في فبراير تحضر كذلك روسيا التي تعتبر الوجود الأمريكي غير شرعي وتترجم توتراتها مع الأمريكيين احتكاكات ميدانية هناك لكنها لم تتعد بوابة الاحتكاكات فبينهما اتفاق لتجنب الاشتباك ظل سارياً في ولاية الرئيسين أما تركيا التي تصارع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً لقتال داعش في سوريا فاستكملت في عهد ترامب عملية درع الفرات وشنت عملية غصم الزيتون وسمح ترامب لأردوغان عام 2019 بشن عملية ضد القوات الكردية بعد أن سحب القوات الأمريكية من حلب والرقا قسد وصفت الأمر بطعنة بالظهر واضطرت للانسحاب 30 كم في مناطق حدودية بالحسك والرقا في حين كبح بايدن عمليات تركيا شمال سوريا ومنعها من شن عملية عسكرية جنوب كوباني لربط المناطق الخاضعة لسيطرتها هناك لكن ماذا عن حكومة دمشق؟ رحل بشار الأسد كان أولوية لكل من الرئيسين لكنه لم يعد كذلك الآن ترامب الذي أمر بضرب القوات السورية عامي 2017 و2018 ردا على هجومين كيمويين في دومة وخانشيخون وهي ضربات وإن كانت محدودة لكنها غابت خلال ولاية بايدن في عهد ترامب أقرى الكونغرس قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا الذي وقعه الرجل عام 2019 وفرض طوقا من العقوبات على البلاد وهذا قانون مدته خمس سنوات وينتهي في خواتيم هذا العام وظل ساريا في عهد بايدن وإن بوتيرة أقل عهد بايدن شهد كذلك أقرار الكونغرس قانون الكيبتاجون 1 عام 2022 ثم قانون الكيبتاجون 2 عام 2024 وكلاهما يسعى لتحديد وملاحقة شبكات الاتجار والإنتاج المرتبطة مباشرة بالأسد يعرف سوريون جيدا أو كثير منهم من صحة تعبير هو الذي زار مدينة حما في عز انتفاضتها على حكومة دمشق وتعرض لمدايقات من قبل موالينا لرئيس السوري بشار الأسد الذين أزعجهم انحيازه للمظاهرات التي نادت برحيل الرئيس واعتبروا موقفه تدخلا في الشأن الداخلي معنا اليوم سفير الأمريكي في سوريا سفير الأمريكي السابق طبعا روبرت فورد الذي اختاره أوباما لهذه المهمة بعد سنوات من شغور المنصب بقي سفيرا لبلاده في سوريا بين عامي 2011 و2014 ثم غادرها بعد كثير من المضايقات والتهديدات التي دفعت وزارة الخارجية لسحبه خوفا على حياته وأمانه الشخصي في العام نفسه الذي غادر فيه سوريا أي عام 2014 قرر فورد التقاعد من الخدمة بعد 30 عام من العمل الديبلوماسي إلا أن التقاعد لم يمنعه من متابعة الملف السوري وإدلاء رأيه في تطوراته وكانت أبرز تصريحاته تلك الصادرة عام 2018 تعليقا على قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب الجنود الأمريكيين من سوريا وصف القرار بالقرار الصحيح أهلا بك سفير فورد معنا في سباق القمة سعيدين طبعا أن تكون معنا لمناقشة هذا الملف الذي اختبرته جيدا وتعرفه بكل تفاصيله طبعا نحن اليوم نحاول في هذا البرنامج سفير فورد أن نعرف كيف يمكن أن يتم التعامل مع الملف السوري أو مع الموضوع السوري في القادم من الأيام في البيت الأبيض برئيسه القادم إن كان بايدن أو كان ترامب الملفات الأسئلة كثيرة وردناها في هذا التقرير النقاط ربما أهم التي فيها علاقة أو قرارات تبقت للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا ولكن دعني أسأل أبدأ بسؤال عام نوعا ما هل تعتقد أن هناك رؤية كاملة حلا شاملا ما زال موجودا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون مع الموضوع السوري أم ترك للحلول الجزئية الإقليمية غير المكتملة ولما يفرضه الواقع وأرض المعركة كما يقال بالتأكيد لا يوجد رؤية أمريكية لحل نهائي للأزمة السورية وعلى الإطلاق لا يوجد استراتيجية أمريكية لتطوير حلا للأزمة السورية واستمعت بحرصا لتقريركم وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نقول أن الحل للأزمة السورية لا يكمن في واشنطن أين يكمن سافير فوي؟ الحل للأزمة في سوريا نفسها ما بين الأولياء لحكومة الأسد والمعارضين لها وهم من سيكون عليهم في نهاية المطاف أن يجدوا الحل أو المساومة والتوصل إلى اتفاق من نوع ما ولكن ليست واشنطن من هي قادرة على فرض هذا الحل بكل صراحة حتى روسيا لا يمكن أو لها ولا تركيا حتى سعد سافير طبعا عند ذكر روسية بالتأكيد تعرف بأن الكل اليوم يتساءل ما هو أصلا وزن قدرة الأطراف السورية الموجودة إن كان من ناحية النظام والحكومة النظامية أو من ناحية المعارضة المتبقية أصلا لفرض حل أو لإصطنباط أو للعمل على حل لأنه عندك الحضور الدولي الحضور الإقليمي التفكك الموجود من ناحية الأرض من ناحية المصالح الموضوع يعني فيه كثير من الفاعلين واللاعبين طيب فضل الوضع نعم في غاية التعقيد والصعوبة لأنه هناك الكثير من الأطراف ممن لهم مصالح في سوريا وهذا ما يزيد الطينة بله ولكن في نهاية المطاف التفاوض وحده خطوة بخطوة البدء باتفاقيات صغيرة ثم الانتقال إلى اتفاقيات كبرى بين الموالين للحكومة والمعارضة العمل على حل إشكاليات صغيرة مثلا تمكين المواطنين السوريين من الانتقال بسهولة ويسر من مكان إلى آخر في البلاد أو للسماح مثلا بالتجارة وحركة المركبات والشاحنات إذن البدء بمثل هذه الأمور البسيطة والبناء عليها لاحقا ولكن إيران ليس لها رؤية ولا أمريكا ولا روسيا ولا تركيا الأمر يعود إلى السوريين من هم عليهم أن يبدأوا في إيجاد حلول عملية لبعض هذه المشكلات الفورية والبناء عليها خطوة بخطوة لحل المشكلة السياسية الكبرى سعد سفير فضولي يعني يدفعني لأسألك هذا السؤال متى اختفت هذه الرؤية الأمريكية لحل في سوريا ولماذا؟ كيف؟ متى؟ ولماذا؟ سؤالك في محله حقيقة وهو سؤال منطقي أعتقد أن السياسة الأمريكية عندما كنت السفير الأمريكي في دمشق كانت السياسة تعتمد على الأمل أكثر من اعتمادها على التحليل والبيانات فكرة أن حكومة الأسد سوف تتفاوض لحكومة انتقالية دون ضغوطات عسكرية حقيقية هذا كان خطأا واضحا والأمريكيون لم يفهموا الدور الإيراني ومدى عمق المصالح الإيرانية في سوريا جزئيا هذا خطأي الشخصي وبنهاية المؤتمر الثاني في جنيف السياسة الأمريكية كان من الواضح أنها فاشلة ولهذا استقلت من منصبي وجون كاري استمر في محاولة الحصول على مفاوضات سياسية بين السوريين لصفقة سياسية كبرى وكانت مستحيلة بالطبع عندما أصبحت داعش أكثر قوة في نهاية عام 2014 أوباما كان مستعدا للتغير من سياسته تجاه الأسد والحكومة الانتقالية والتركيز على داعش بدلا من ذلك هل تعتقد اليوم أن أي رئيس قادم إن كان يعني سيبقى الرئيس بايدن أو يعود الرئيس السابق ترامب أريد بعض الإجابات السريعة كيف يمكن أن يتعامل مع هذه النقاط التي ما زالت معلقة يعني إذا حكينا عن العقوبات مثل قانون قيصر قانون كابتاغون وان كابتاغون سنان الذين نتحدث عنهم هل تعتقد بينهم سيستمروا؟ العقوبات سوف تستمر نعم طالما أنه لا يوجد حل سياسي شامل للأزمة السورية وهناك دعم شعبوي في الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين للاستكمال العقوبات إذن العقوبات سوف تستمر نعم هل نتوقع يكون هناك تعامل رسمي نظامي تطبيع يعني مع الحكومة السورية؟ من المستحيل بالنسبة لي أن أتخيل أن الإدارة القادمة سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية لن يهم حقيقة ولكن من المستحيل أن أتخيل أن واشنطن سوف تطبع العلاقات مع حكومة الأسد في أي وقت في المستقبل القريب تحت أي شرط حتى ولو كان في تفاوض السياسي الذي تحدثت عنه؟ إذا نجحت المفاوضات السياسية في إيجاد حكومة انتقالية جديدة في سوريا مع أو بدون الأسد ولكن حكومة لديها أو تتمتع بدعم كبير وواسع من مختلف الجاليات والمكونات السورية بما فيها في شمال شرق وشمال غرب سوريا حينها فقط يمكن أن أتخيل مناقشة في واشنطن بشأن التطبيع ولكن كما قلت من الصعب حقيقة أن نرى حلا سياسيا شاملا في أي وقت في المستقبل المنظور للأزمة السورية سعد سفير التعامل مع الأكراد حماية الأمريكية لقصد لمناطق الأكراد انسحابات العسكرية البقاء على الوجود الأمريكي والحماية الأمريكية حول منابع النفط أو تواجد النفط كل هذه النقاط كيف ترىها سوف تحل؟ هذا أيضا سؤال جيد إذا فاز بايدن في الانتخابات في نوفمبر أعتقد أن السياسة الحالية سوف تستمر فسيكون هناك حضور عسكري محدود في شرق سوريا خلال الولاية الثانية لإدارة بايدن إذا ما انتصر ترامب حينها سيكون السؤال مطروحا ما إذا كان سيبقي القوات هناك أم لا وسيكون هناك طبعا مناظرة ومناقشة داخل البيت الأبيض بين مجموعة تريد أن تسحب القوات لأنها لا تريد أن تنفق الأموال الأمريكية والمصادر الأمريكية في سوريا ومجموعة ثانية معارضة جدا لإيران وتريد بالتالي أن تقاوم إيران بكل وسيلة ممكنة وعلى ذلك ستحث الرئيس على إبقاء القوات الأمريكية في شرقي سوريا لمجابهة إيران شكرا لك سعد سفير لكن لحظة معي دقيقة قبل أن أودعك أريد أن أسألك لو عاد بك الزمن إلى عندما ذهبت سفيرا لسوريا ما الذي ستحافظ عليه مما قمت به وما الذي ستغيره أعتقد أنني كنت لأغير أمرين أولاً كنت سأحث باراك أوباما على التفكير بجدية في حجم الضغوطات التي كان مستعداً لوضعها على بشار الأسد في أواخر 2011 وإذا كانت الإجابة إذا أن باراك أوباما ليس مستعداً لوضع هذه الضغوطات حينها سيكون ارتكب خطأاً أن يقول بأنه يجب تنحية بشار الأسد الأمر لا يعني أنني أحب بشار الأسد ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة أعطت أمل كبيراً للمعارضة وبالتالي كان خطأاً للأمريكيين لاستخدام سردية بعيدة جداً عما كانت تسعى واشنطن للذهب إليه والخطأ الثاني الذي ارتكبناه هو أننا لم نفهم أن إيران ستكون مستعدة لإلحاق الضرر بسمعتها في بقية أنحاء الشرق الأوسط لغرض الدفاع عن ديكتاتور غاشم في دمشق كنا نعتقد أن إيران في نهاية المطاف ستكون مستعدة للتفاوض وفي هذا كنا مخطئين كل شكر لك هذا سفير روبرت فورد سفير الأمريكي السابق لدى سوريا شكراً لوجودك معنا أخطاء طبعاً دفع ثمنها الشعب كالعادة أثمان غالية على كل سباق القمة مستمر مشاهدين لنذهب إلى فاصل وبعده نتابع في سباق القمة أيلون ماسك ينتقد نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هارس بسبب المناظرة الرئاسية أهلاً بكم من جديد إلى سباق القمة طبعاً السؤال الأساسي بعد أداء بايدن الضعيف في المناظرة كان كم سيخسر من دعم الناخبين الأمريكيين أتوقعات بأن خسارته ستكون كبيرة لكن آخر استطلاعات الرأي أظهرت العكس تقريباً مع تحفظ المشرفين على هذا الاستطلاع أن النتائج لا تعكس بدقة داعيات المناظرة التي قد تحتاج إلى وقت أطول لتظهر جلية الأرقام على كل إن تقول إن الفارق بين بايدن وترامب يتقلص لاسيما في الولايات الحاسمة أو المعروفة اصطلاحاً بالمتأرجحة والتي كانت ترامب متقدماً في ستة منها معدى واسكنسون قبل المناظرة حافظ طبعاً ترامب على تقدمه بعد هذا النزال بعد المناظرة لكن مفاجأة أن ترامب خسر بعض النقاط لصالح بايدن فكيف هو وضع الرجلين في آخر استطلاع أجرته نيويورك تايمز وشمل ولايات السبع المتأرجحة التي هي بيضة القبان في هذه الانتخابات كما غيرها لنبدأ من جورجيا التي احتضنت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب والتي تقدم فيها ترامب بنسبة 49% مقابل 44% استحوذى عليها بايدن في هذا الاستطلاع أريزونا ولاية الشمس والصبار والتي نال فيها ترامب رضا 48% من المستطلع أراؤهم في حين تخلف عنه بايدن بنسبة 44% من الأسوأ الوضع لا يبشر بخير في نورث كارولاينا بنسبة للديمقراطيين هناك تقدم ترامب بنسبة 48% عن بايدن الذي لم يستطع إحراز أكثر من 43% من عموم المستطلع أراؤهم في الولاية إلى نيفادا حيث مدينة الخطيئة لاس فيغاس وحيث السياحة والمال وكذلك المصوتون الذين يملون بنسبة 49% لترامب مقابل 45% لصالح بايدن 45% من المستطلع أراؤهم في بنسلفانيا هم أيضا يؤيدون بايدن فيما اختار 48% مما يحق لهم تصويت في الولاية تأييد ترامب وكأنها موجة حمراء ممتدة شملت أيضا ميتشيغن التي يتقدم فيها ترامب على بايدن بنسبة 48% مقابل 46% للرئيس الحالي ترامب يكتسح إذن جميع الولايات المتأرجحة كما ظهر في هذا الاستطلاع إذا ما حسبنا كذلك ويسكنسون التي يديق الفارق فيها بين الرجلين إلى نقطة واحدة في هذه الولاية استحوذ رئيس السابق على 48% من الأصوات مقابل 47% للرئيس الحالي جو بايدن إذن هو الرجل الذي يتجرأ على قول ما لا يجرأ عليه غيره إنه ألون ماسك مالك منصة أكس للتواصل الاجتماعي تويتر سابقا والذي اتهم كمال هاريس نائبة الرئيس جو بايدن بأنها تكذب بشأن موقف الرئيس ترامب من حضر الإجهاض حصل هذا بعد أن وضعت هاريس منشورا على تويتر أكدت فيه أن ترامب سيحضر الإجهاض في الولايات المتحدة بمجرد أن يصبح رئيسا بالبلاد مما جعل المتابعين يضعون علامات وملاحظات للتحقق من صحة منشورها وهذه بالمناسبة ميزة أضيفت لتويتر أكس في عهد ماسك وما كان من الأخير إلا إعادة تغريد منشور هاريس مع التعليق بأن تويتر لم تعد منصة للكاذبين بعد الآن حسب ما قال ماسك حلقة هذا اليوم من السباق انتهت ألقاكم غدا في حلقة جديدة وأخبار أيضا جديدة شكرا للمتابعة تحية وتسبحونا على ألف خلال شكرا للمتابعة تحية وتعالى شكرا للمتابعة تحية وتعالى